ترجمة نانسي قنقر 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 اللي هم مصادر أولية ومصادر سنوية أما أسليب يام البيانات أسلوبين أسلوب الحصر الشامل وأسلوب العينات طيب كيف يتم اختيار العينات؟ تتلمنا على طريقة اختيار العينات وقلنا عندي طريقتين طريقة قصدية أو عملية وطريقة عشوائية طيب ما هي الطريقة العشوائية؟ العينات العشوائية هي اختيار عينات بشكل عشوائي ممثلة للمجتمع أما العينات العملية أو الاختيار المتحمل المتحييز ببعض الأحيان أنا مثلا هعمل دراسة على طلبة الصد السلس الأدالي الذين درسوا درس التشتت أنا أختار طلبة درس هذا الدرس دون العيوم وبذلك الاختيار هذا بنسميه اختيار متحييز وكلمنا أخيرا عن أنواع العينات العشوائية يعني لو أنا اختار عينا عشوائية فأنا عندي أنواعين من العينات العينات على العشوائية البسيطة والعينا العشوائية الطبقية العينا العشوائية البسيطة باختارها مثلا لو عندي مجتمع صغير يمكن أدي كل فرد من المجتمع رقم تمام وحق الأرقام دي في وكتب الأرقام على اقتصاصات من الورق وحق الأرقام في صندوق زجاي واختار كمان ممكن الاختيار يتم عن طريق الألحسب أما العينة العشوائية الطبقية فديه بتضرب بعض الأحيان أن أنا أجسم المجتمع إلى طبقات وكل طبقة باختار ما يمثلها من أفراد حسب نسبة الطبقة في العينة الإيمالية يبقى كلمة ملخص لحلقة السابقة وقلنا فيها مصادر جمع البيانات مصادر أولية ومصادر السنوية السليب جمع البيانات أسلوب الحصر الشامل أسلوب العينات اختيار العينات يأما اختيار عشوائي أو اختيار متحيز أنواع العينات عينة عشوائية بسيطة أو عينة عشوائية طبقية طب النهاردة هنتعرف على أهم ما في الوحدة الثالثة واحدة الأحصى هو التشتت ماذا يقصد بالتشتت؟ التشتت من اسمه هو التباعد أو الاختلاف طب ما الذي يدعونا إلى استخدام بعض المقاييس الجديدة؟ هناك بعض المقاييس التي سبق وأن درسناها وتسمى بمقاييس النزعة المركزية مثل الوسط الحسابي والوسيط والمنواع ولكن هذا العام سندرس بعض المقاييس التشتت مثل المدى والانحراف المعيالي طب في البداية التشتت لأي مجموعة من القيم يقصد به التباعد والاختلاف بين مفردتها التشتت بيكون صغير إذا كان الاختلاف بين المفردات قليلا أما إذا كان الاختلاف بين المفردات كبيرا فالتشتت هيكون كبير طب إذا ما كانش فيه اختلاف بين المفردات يعني إذا تساوك جميع المفردات يعني أنا لو عندي خمس مفردات كل قيم مفردة منهم قيمتها وليكن سبعة ما هو التشتت بين هذه القيم ما فيش تشتت لأنه ما فيش اختلاف لأن القيم متساوية يبقى إذا تساوك جميع المفردات فإن التشتت يكون مساويا للصف هنتكلم على أول مقياس للتشتت وهو المدى والمدى كما سبق أن درسناه من الصف السلس الاتدائي هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة لمجموعة من المفردات يبقى المدى هيساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة طيب جاءت العيب المهمة في الأسئلة بدأتنا أسئل الانتحناء ما هو أبسط وأسهل مقاييس التشتت هو المدى يبقى المدى أبسط وأسهل مقاييس التشتت ولكن يعيب المدى أنه يتأثر بالقيم المتطرفة بمعنى أننا لو عندي قيمة متطرفة يعني قيمة كبيرة خالص يعني مجموعة من القيم تمام ولتكن القيم بتاعتي اثنين سبعة خمسة ستة وبعدين عندي قيمة كده متطرفة من سنة الاربعين يمن نشوف المدى بتاعتنا من القرح الاربعين من أزر طبعا الأكبر حاجة من أزر من اثنين هيبقى تمانية وتلاتين وكل المدى هنا هيبقى تمانية وتلاتين طيب لو تلغت القيمة الاربعين دي بتاعتنا إذن هنطرح أكبر قيمة سبعة ناقص اثنين هيكون ديني خمسة وكده المدى هيكون خمسة أما المدى بالقيمة المتطرفة كانت مدى ثلاثين فهنا بنقول المدى تأثر كثيرا بالقيم المتطرفة ليه؟ لأن المدى بتأثر بالمفردتين الكبرى والصورة وهنا بنقول المدى لا يعطي صورة صديقة لتشتد المجموع نفس الحكاية بتاعتنا إذا تساوي جميع المفردات فإن المدى هيساوي صف طيب تعالي أخذ المسال عشان نشوف الاختلاف إذا المدى بيتأثر بالقيم المتطرفة بيقول لي أوجد المدى المجموعتين المجموعة الأولى ربعين واحد وعشرين تلاتة وعشرين ستة وعشرين تمانية وعشرين وفرمسين المجموعة الثانية واحدة تلاتين خمسة وتلاتين سبعة وتلاتين تسعة وتلاتين أربعة وعشرين واحد وتسعين هنا مين نحسب المدى للمجموعة الأولى ثم أذكر أي المجموعة أكثر تشتتن وإذا استبعدنا المفردة الأخيرة من المجموعة الثانية ماذا نلاحظ يبني نشوف المجموعة الأولى عندي المجموعة الأولى أكبر قيمة اللي هي الخمسين طيب أصغر قيمة اللي هي الاربعين وبالتالي المدى هنا هيكون خمسين نقص ربعين يعني هيساوي عشرة أما المجموعة الثانية هتكون مع أكبر قيمة الواحد وتسعين وأصغر قيمة الواحد وتلاتين يمكنني أن أرحم مع بعض هي الديني المدى واحد وتسعين نقص واحد وتلاتين يعني هيساوي اربعين أفون طيب بكده أنا عندي مدى المجموعة الأولى أربعين مدى المجموعة الثانية مدى المجموعة الأولى عشرة مدى المجموعة الثانية أربعين هنا بيقولي لو استبعدنا المجموعة الأخيرة من القيمة المفردة الأخيرة من المجموعة الثانية بالتالي المدى هيكون كام أكبر قيمة بعد الواحد وتسعين اللي هي الاربعين وبالتالي المدى هنا مدى المجموعة الثانية يساوي أربع عربين نقص واحد وتلاتين يعني هيساوي حوالي تلاتتاشر هنا المجموعة الثانية أكثر تشتتا في حالة الاجتبعات المدى هيكون تلاتتاشر زي محسبنا على أساس أنه في قيمة واحد وتلاتين ليست واحد وتلاتين طيب نلاحظ أن المدى تأثر كثيرا بالقيمة المتطرفة وأصبح المدى خمس المدى للمجموعة السابقة يعني أقصد من هذا المثال أن المدى تأثر كثيرا بالقيمة المتطرفة ومن هنا دعت الحالي إلى وجود مقياس أكثر دقة وهو الإنحراف المعياري الإنحراف المعياري ليه تعريف الإنحراف المعياري هو الجزر التربية الموجب لمتوسطات مربعات إنحرافات القيم عن وسطها الحساب طيب الإنحراف المعياري أكثر مقياس التشتت انتشارا ودقها ولا تعريف به في الامتحانات بتاعتنا طيب إذا تساول جميع المفردات فإن الإنحراف المعياري سوصف طيب النهاردة هنتناول في درستنا ثلاث أجزاء الجزء الأول هو حساب الإنحراف المعياري المجموعة من القيم الجزء التاني حساب الإنحراف المعياري لتوزيع تكراري وأخيرا حساب الإنحراف المعياري لتوزيع تكراري زي مجموعة الجزء الأول لو عندي مجموعة من القيم كيف يتم حساب الانحراف المياري لهذه القيم عن طريق القانون بتاعي القانون انحراف المياري هيساوي سجمة اللي هيساوي الجزء التربيعي مجموعة مربعات القيم عن وسطها انحرافات القيم عن وسطها الحساب وكذا قدرنا نجعل التعليم بتاعي يبدأ على عدد هذه المياري طيب يعني هنا سجمة بترمض دي الحراف المياري مج بترمض دي المجموع سين هنا القيم سين بار اللي هي المتوسط الحسابي ونون العدد بتاعهم والتربية بتاعنا هنشوفنا بربع ليه يمن ياخد مثال يبقى سين بار ترمز الى الوسط الحسابي لمفردات المجتمع نون ترمز الى عدد المفردات ومئة مجموعة طبعا ترمز الى عملية الجمع تعالى نشوف مثال للتوضيح احسب الانحراف المياري لمجموعة القيم 5 و 6 و 7 و 8 و 9 عندي مجموعة من القيم المختلفة كيف يتم نساب الانحراف المياري في البداية لازم اجيب المتوسط الحسابي لهذه القيم وانا اعرف ان المتوسط الحسابي للقيم اللي هي مجموعة على عدد مجموعة القيم على عدد وبعد ما نحسب المتوسط الحسابي للقيم نحسب الانحراف المياري لهذه القيم عن طريق الوسط الحسابي اللي إحنا درسينا مجموعة القيم على عدد هذه القيم طب邊 نجيب مع القيم بتاعتنا نحن نجيب مع الخمسة زائل الستة زائل السبع زائل الثمانية زائل التسعة على قيمة اتنين تلاته اربعة خمسة يبقى المجموعة بتاعنا حمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة بعد المجموعة تطلع خمسة وتلاتين 35 على الخمسة يساوي 7 يبقى أنا همسك في قدي دي دي اللي هي scene bar scene bar بتاعتي مجموعة القيم على عدد القيم submission of scene على number of scene الرمز دي رمز المجموعة submission هي هي مج على عدد هذه القيم يبقى أنا جيبت انحراف في الوسط حساب بتاعي 7 طيب تعالنا نعمل جدول تاني أنا نعمل الجدول فيه مكون من مجموعة من الخلايا اللي هي تكون تلات خلايا scene وبعدين scene ناقص scene bar وبعدين scene ناقص scene bar لكل تربية عندي scene اللي هي القيم بتاعتي اللي كانت في الجدول اللي هي القيمة القيم اللي مدهاني خمسة والستة وبعدين السبعة وبعدين التمانية وبعدين التسعة من انساش أنا كان عندي scene bar اللي عناها بسبعة وبالتالي يما اعمل ناقص scene bar يعني الخمسة ناقص سبعة يدي ناقص اثنين ستة ناقص سبعة يدي سالب واحد طيب سبعة ناقص سبعة يدي صفر وعندي ثمانية ناقص سبعة يدي واحد وبعدين تسعة ناقص سبعة تدي اثنين أنا لو جمعت هذه القيم ألاقي عندي واحد هنا وسالب واحد هيمشوا مع بعض عندي كمان اثنين وسالب اثنين هيمشوا مع بعض يبقى كده المجموعة هنا يتساوي صفر وكده نلجأ التكوين جدول تاني خلية عمود من جداول وكده هو الربع في هذه القيم عشان كده نحن من ربع وقد ناخد الجذر نحن من ربع وناخد الجذر رجعنا للأصل الربع لنقص اثنين سبعة سالب واحد بواحد سفر بسفر واحد بواحد وربعة بربعة نجمع هذه القيم يديني عشرة يا ضمين فاتر القانون القانون ليس نحتاج اني أنا إلا بس يكون عندي نوع من الاستنباط يبقى القانون بتاعي سجمة هي ساوية عمد الخانة فيها سين وخانة فيها سين ناقص سين بار وخانة فيها سين ناقص سين بار كل تربيع هاخد مجموع الجذر التربيع نحن نقول انحراف المهياري هو الجذر التربيع الموجب لمتوسطات انحراف القيم عن وسط يبقى أنا مربعات المربعات بتاعتي هجمع صف المربعات الديني عشرة أو لو خذت القانون مجموع سين ناقص سين بار كل تربيع على نون يبقى أنا عندي سين هنا ناقص سين بار تمام مجموعهم عشرة والعدد المهيارات عندي خمسة يعني عشرة على خمسة يعني جذر الاثنين وتعالى نشوف القانون مكتوب بإزاي يبقى أنا عندي القانون أنا لو ناس القانون أقدر استنتجي القانون من خلال تقوين الجدول حيات بسيطة حيات بسيطة مش مستنين طلب التالت عدالي إنها تكون مش حفظة القانونية كان عندي سجمة هيساوي جذر التربيعي المجموع انحرافاء مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي على عددها اللي هي احنا قلنا عشرة على العدد خمسة اللي هو هيطلع جذر الاثنين اللي هو تقريبا واحد وحاجة من عشرة كده يعني هيكون معاي جذر الاثنين هيساوي تقريبا واحد واربعتاشر من مين طيب تعال نشوف جذر التاني في سؤال في الحراف المهاري وهو ازاي يحصل حراف المهاري لجدول التكراري القانون بتاعي يشبه القانون اللي عدد برضو مع اختلاف بس اختلاف بس اختلاف بسيط وهو كاف انا عندي كاف دي يعني تكرار انا ما عنديش مفرد عشان يقول مجموعة عن المفردات لا انا عندي تكرارات اتكرار كم مرة القانون بتاعي هيكون مجموع سين ناقص سين بار لكل تربيع فيه كاف التكرار يعني على مج كاف وبكده الرموز بتاعتي ازاي ما تعرفنا عليها سين بار ترمز الى الوصف الحسابي وبعدين سين بار ترمز الى الوصف الحسابي وبعدين وكاف اللي هي التكرارات طيب تعال نشوف لو انا عندي مثال احلو الزاء احسب الوصف الحسابي والانحراف المعياري للتوزيع التكراري التالي العمر بالسنوات خمسة، تمانية، تسعة، عشرة، اتناشر، والمليون ثم عدد الاطفال اللي هو التكرار بتاعي اللي وبعدين الاطفال اللي هم كانت تامن سنوات عددهم اتنين وبعدين العمر بالتسعة سنوات عددهم ثلاثة وأصحاب عشر سنوات عددهم برضو ثلاثة، واثناشر سنة عددهم واحد مجموعة الاطفال كلهم هنا عشر يبقى ناخد بالي في الجدول بتاعي عندي تكرارات يعني الخمسة تكررت مرة والتمانية، اتنين، والتسعة، ثلاثة، والعشرة، ثلاثة، والاثناشر، وبالتالي ما عنديش عدد للمنيموعات ولكن عندي كاف وهو كاف دات زي عدد القيم يعني عندي استبدلت نون بكاف طيب، تعالى نشوف ازاي هنجوب للسؤال بك ماذا؟ في البداية، نزولم سين سين ونكون جدول ست خنات، أول سالة خنات، عشان نحسب به المتوسط أو الوصل الجدول هيكون بالهيئة هنا سين هكتب القيم بتاعتي يعني سين هكتب خمسة وتمانية وتسعة وعشرة واثناشر تحت بعض يبقى سين هي القيم خمسة هتكون هنا وبعدين تتالي رأيك من خلص الجدول بتاعي طيب اصوم لك بالتكرارات هنا يعني هي سين هنا الخمسة واحد والتمانية بالاثنين والتسعة بالثلاثة والعشرة بالثلاثة والاثناشر بالواحد تحت بعض وبعدين هضرب السين في الكاف في خانة جديدة مانهن والثلاثة خنات هطلع عقدر طلع منهم الوسط حساب بتاعي من انساش الوسط حساب الحساب بتاعي هيكون مجموع العمود الأخير على التكرار بتاعه مجموع العمود الثالث الأخير بتاعي لان انا بحسن اول ثلاثة خنات دول هستغرر بيهم هجيب بيهم الوسط الحسابي اللي هو سين وكاف وسين في كاف ثم هكمل باقي الخنات بتاعتي عشان اجيب الحراف المعياني بعد ما اجيب الوسط بتاعي هتأمل نفس الطريقة السابقة هتبقى سين ناقص سين بار وبعدين هربع العمود وبعدين هضرب العمود في التكرار وتعالى نفتكر مع بعض الجدول اللي هو خمسة والواحد والتمانية اتنين والتسعة والتلاتة والعشر والتلاتة والاثناشر والواحد هنشتغل فيه ازاي اتنين هضرب العمودين هنبع تمانية فيه اتنين ستداشر تسعة فيه تلاتة سبعة وعشرين عشرة فيه تلاتة تلاتين اتناشر فيه واحد اجمع حزين قيم عشان يطلع معي مجموعة قيم مجموعة سين في كاف بتسعين مفردة يبقى انا هنا هبدأ اقول له والله طيب ده سين بار لو نحكيك القانون مع بعض سين بار هيساوي مجموعة العمود الاخير كده مجموعة سين في كاف على كاف مجموعة كاف مجموعة تكرارات يعني اخر اتنين مع بعض هنا يعني هيكون تسعين على عشرة اللي هي هتبقى تسعين يبقى سين بار هيساوي مجموعة سين في كاف على كاف يعني سين بار هيساوي تسعين على الأشرة هيساوي تسع انا كده حسابت سين بار اكمل بقي الجدول بتاعي حل عاد يعني انا عندي انا عندي اللي سين بار تسعة كلها مجموعة في يمني سين بجموعة سين بجموعة هنأخذ خمسة ناقص تسعة اللي هو سين بار لكل تلاتة وبكلا انا عندي عمود بتاعي تكون سلب اربعة و سلب واحد و صفر واحد و ثلاتة هالربع العمود في عمود جنبو سين ناقص سين بار لكل تربيع تبقى ستاشر واحد صفر واحد تسعة اللي أنا ربعت اللي ناقص السلب اربعة و ربعت السلب واحد و ربعت الصفر و ربعت واحد و ربعت التلاتة وبعدين هضرب عشان فيه تكرار معاي الخنع يبت عمود جديد تاني اللي هو طبعا التكرارات يبقى هضرب التربية بتاعي في التكرارات يعني ستاشر في الواحد بستاشر طب واحد في الاتنين باتنين طيب شيضا ل disc يعني سجمة هنا لو انت القانون مش حوظ حوظ ترتيب في جذر بتاعها تعرف عدد اللي طلعها حينها يقسم على العشرة يبقى ثلاثين على العشرة فيها الثلاثة يعني الإجابة بتعطي جذر ثلاثة اللي هي هتكون واحد وي شوية واحد وي شبعة من عشر أو ستة من عشر ونشوف مع بعض القانون بتاعي مجموع سين ناقص سين بار الكل تربية فيه كاف على مجموع كاف يعني البسط هنا اللي هو الخندي مجموعة من الخندي اللي هي هتبقى بالتلاثين أما مجموعة كاف اللي هي العشرة يعني إجابة بتاعتي هتكون جذر الثلاثين على العشرة اللي هي معاي هتكون جذر الثلاثة وجذر الثلاثة معاي هتكون زي ما قلنا احنا واحد وهي سبعة من عشر كده أكون قدت الجزء الثاني من طريقة حساب الحراف المعاياري لجدول تكراري جدول تكراري عادي ولكن أنا كمان أخذ الثالثة وهو جدول تكراري زي المجموعات نحن برضو هنستحضم نفس الطريقة السابقة والقانون بتاعي مج سين ناقص سين بار تربية على كاف في كاف مجسومة على مجموعة كاف ولكن بس فيه اختلاف هنا بس اختلاف ان السين هنا اللي هي القيم اللي كان في الجدول سين دي كان في الجدول السابق عبارة عن قيم لا هنا مش قيم القيم لانا ما عندي شيء اللي هي كانت المجموعات يعني لا انا هنا عندي مجموعات مش هقدر اقول والله الجدول ده في قيم خمسة وستة لا ده في مجموعات من خمسة الى عشرة الى عشرين الى اللي هي الجدول اللي زو المجموعات بتاعي للتوضيح انا كان الجدول بيجيني مثلا جدول كلي فمقول مجموعة عشرة الى المجموعة عشرين الى المجموعة ثلاثين الى ده اللي هو الجدول اللي كان لزو المجموعة و هنا أنا مردارش أ أخذ الع ش Trentر المجموعة aku Mrtج مجموعة 10 إلى 20 إلى 30 إلى المجموعة الأولى الى الأدنى بتاعها 10 السуют الى الأعلى through وهنا بنقول 10 exp 20 عشان نحسب مركز المجموعة الأولى عشرة زائد عشرين على اثنين يعني المجموعة الأولى مركزها خمسة عشر ثم نمشي عطول بالعشرة تبقى خمسة وعشرين زي ما هنشوف المساء لك لكن انا بفكرك وبفكر نفسي إزاي الجدوة البتاعي اللي هو جدوة الدكراري زي المجموعة لك مقصود به الجدوة وهنا هتكون سين هنا مش ال مش هناخد العشرة والعشرين وآخر مركز المجموعة يعني بالاختلاف هنا إنه سين بتاعتي اللي هتكون في الجدوة هتكون مركز المجموعة وكده هتديد علي خطوة ممكن نعمل خطوة مباشرة ممكن نكتب مركز المجموعة إذا كان فيه سهولة في إيجاده مباشرة ثانية يبقى أنا زي ما أنا قلت كده يبقى العمود الأخير للنص اللي هي السين دي تبقى مختلفة السين هنا هتشير إلى مركز المجموعة طيب وقلنا المركز المجموعة لحد الأعلى زاد الحد الأدنى مقسوم على اتنين طيب متين نشوف مثال عشان المعلومة تثبت مثال هنا بيقول لي حسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للتوزيع التكراري التالي طالب من الوسط الحسابي طب ما لو طلبش الوسط الحسابي لازم يجيب الوسط الحسابي يعني أنا عندي هنا مجموعة الأطفال العمر للسنوات من صفر إلى من عشرة إلى من عشر إلى من ثلاثين إلى من ثلاثين إلى من ربين إلى خمسين عدد الأطفال اتنين وخمسة وحداشر وخمسطاشر سبع المجموعة الأولى يعني المجموعة الصفر إلى أقل من عشر فيها اتنين المجموعة الثانية مجموعة العشرة إلى أقل من عشرين عدد أطفالها خمسة المجموعة الثالثة من مجموعة عشرين إلى أقل من مجموعة الثلاثين عدد أطفالها خمسطاشر المجموعة الخمسة هي من أربعين إلى خمسين ونجد المجموعة نكفلها هنا بالحد الأدنى بالحد الأعلى عدد أطفالها سبعا وجماعنا عدد الأطفال كلهم كده التكرارات بتاعتها تكون أربعين طفل نحن نرى كيف نقوم بمسالة دي يعني في البداية يجب أن نحسب الوسط الحسابي للأطفال دي وقبل أن نحسب الوسط الحسابي نكتب المجموعة المجموعة بتاعتنا مركز المجموعة الأولى المجموعة الأولى صفر يبقى زائل عشرة لحد الأدنى يزائل الحد الأعلى على ثنين اللي هي هتبقى فيها خمسة أولى مركز المجموعة الثانية هتبقى عشرة زائل عشرين على ثنين سوى خمستاشر واشوفينا طول المجموعة المجموعة مشى بالكام يعني طول المجموعة بالعشرة يبقى خلاص المراكز برضو هتزيد بالعشرة يعني أنا نلاحظ خمسة خمستاشر المجموعة الثالثة تبقى خمسة وعشرين المجموعة الربع خمسة وثلاثين والمجموعة الخمسة وربعين يبقى أنا مقصود بمركز المجموعة العدد في الوسط يعني أنا عندي هنا عشرة لحد عشرين يبقى من في النص هنا خمستاشر يبقى مركز المجموعة الثانية خمستاشر برضو بالبس مركز المجموعة الأولى من صفر إلى عشرة يعني أنا عندي بارئ بالصفر ومنتهي إلى أقل من عشرة يبقى الفلنص خمسة يعني كده مركز المجموعة يعني كده ممكن بعيني أجيب مركز المجموعة الأول مركز المجموعة هنا دي خمسة مركز المجموعة هنا خمستاشر هنا مركز المنموعة هنا تبقى خمسة وعشرين. هنا الثلاثين تبقى خمسة وثلاثين. كأنني أزود عليها خمسة. هنا تبقى مركز المنموعة خمسة واربعين. يبقى أننا أشتغل على مركز المنموعة. اللي هي نجده البتاعي. أول ثلاث خنانة سنحسب بهم الوسط. اللي هي بتاعتي سين وكاف وسين في كاف. ثم انتفقني هنا. السين هنا المنموعة لو كانت بدأ بالصف. لا هنأخذ المركز اللي بتاحها. اللي هي خمسة خمسة وعشر خمسة وعشرين خمسة وثلاثين خمسة واربعين. ثم كاف. التكرارات خليلا ومكان عربعين مت might. وبعدينها اضرب الخمسة في الاتنين. او traditional Typically 5x2 تديني عشر. ح، طب خمسة عشر في خمسة تديني خمسة وسبعين. هنا خمسة وعشرين في 11 تديني متين خمسة وسبعين. هنا 35x15 تديني خمسة و evidentين. هنا خمسة واربعين في سبعة تديني تُquer مية وخمسة سوف نفتكر مع بعض أن هذه الثلاث خلنات سأجيب بها الحسابي سأجيب بها الحسابي من 1240 كده الوسط الحسابي سيكون 25 سأجيبها الوسط الحسابي سين بار حساب مجموعة سين كاف في كاف 1240 ستطلع 30 بالتالي عندي ثلاثين سأكون مجلد المتاعي سأكون 5 هنا مجلد سالب 25 سأكون 35 ثم الـ 25 يمنطرح منها 30 يديني سلب 5 والـ 35 يمنطرح منها 30 يديني 5 45 يمنطرح منها 30 يديني 15 يبقى أنا أعمله هجمة يعني بعد بعدما كده لو جمعنا القيم دي فيه أغلب التدريبات هيكون قيمة العمود ممكن تكون مساوية للصفر وبالتالي أنا لاجئ للتربية يبقى أنا العمود بتاعي هجاهله خالص بس هربعه عشان أتخلص من الإشارات بتاعتي هني تبقى 625 225 خمسة تربية هتبقى 25 25 15 تربية هتبقى 225 وبعدين هجيب العمود دا هضربه فيه تكرار بتاعي يبقى 5 كل اتنين هضربه فيه 625 تديني 1250 وبعدين هشوف الـ 15 هضربها فيه 225 تديني允 فيه 1225 وبعدين هشوف الـ 25 ههضربها فيه 25 تديني 625 ههضرب أعفوة هضرب 11 في 25 تديني 275 وبعدين هضرب الـ 15 فيه 25 تديني 365 وبعدين هضرب السرعة فيه 24 تديني 1575 كما يجانج م BewegU يديني أربعة آلاف وستة معين خلي بالك أنا القانون أنا قلت الحل بتاعتي هتذكرني بالقانون المجموعة العمود دا هكسمه أكيد على التكرارات وحطه تحت الجذر التربيعي يديني الانحراف المعياري بتاعي يعني القانون بتاعي سجمع هساوي الجذر التربيعي الموجب لمجموعة مربعات انحراف القيم عن وسطها الحسابي مضروف التكرار على مجموعة كاف يعني ألصد الصف دا على الصف دا يديني أربعة آلاف وستة مئة زي ما قلنا على الاردين هتبقى جزر المية وخمستاش اللي هي ساوي عشرة وسبعمية ثلاثة وعشرين من ألف وكده أكون قدرت أوصل لسجمع وأكون وصل لنهاية الجزر وتعالى بناخد مجموعة من التمرين المتنوعة اللي على هذه الوحدة أشهر التمرين التي يتيه في الامتحانات بتاعتي أول تمرين بيقول لي مصادر جمع البيانات يبقى أنا عندي كم مصدر جمع البيانات مصدرين يبقى أنا عندي مصدرين مصادر أولية مصادر سانوي اللي هي السانوية اللي احنا سميناها تاريخية طيب الأولية اللي هي سميناها أساسية اللي هي بنسأل الشخص ذاته الدرية الأكثر تكراراً لمجموعة من البيانات هي قال يلا سؤال من السنوات السابقة هي المنوال طيب الفرق بين أكبر قيمة وأزغر قيمة لمجموعة من البيانات هو سامع أحد يقول هو المدى طيب المدى اللي هو أبسط مقاييس التشتت يبقى برضو في سؤال بيجيني أبسط مقاييس التشتت هو نقطة اللي هو المدى طيب خارج قسمة مجموعة قيم المفردات على عدد هذه المفردات هو ها حد يقول له بسط الحساب طيب أولي السؤال هنا بنتكلم عنه أبسط وأسهل مقاييس التشتت هو المدى لماذا هيا قيمة كبيرة وقيمة صغيرة يراب نطرحوه من بعض طيب لكن يتأثر بالقيام المتطرفة لذا خدنا المقياس التاني النهاردة اللي هو الانحراف المعاييري اللي هو سؤالي بينما أكثر مقاييس التشتت انتشارا وأدقها هو الانحراف المعايير طيب تعالي نشوف مجموعة أخرى من الأسنة عندي مجموعة من القيم وعاود أحسب المدى بتاعها عندي 42,45,47,49,52,92 يبدأ القيم دي هشوف والله أكبر قيمة اللي هي ل92 وعندي أظهر قيمة اللي هي ل42 هاعملهم طارح من بعض هايبقى المدى 92 ناقص 42 كده المدى هيكون 50 طيب تعالي نشوف الأسئلة اللي أحيانا تبقى لفة إذا كانت وأحيانا تبقى مباشرة إذا كانت 67 هي أكبر مفردات السؤال هنا من الديني طالما من الديني أكبر مفردات يبدأ نعمل عمليه طارح سواء الداني المدى أو سواء الداني أصغر قيمة طيب يعني أنا هيقول لي والله 67 دي أكبر مفردات ومديني المدى هترحهم من بعض الديني أصغر تاني يبدأ يكون عندي 67 ناقص 27 تعطيه 40 طيب العكس لو مديني أكبر المفردات وأصغر المفردات برضو هترحهم من بعض الديني أصغر المدى أما لو طالب مني أكبر المفردات هتكون مديني المدى وأصغر المفردات وبالتالي هتمحهم مع بعض ثلاث أسئلة مرتبطين من بعض يبقى أنا عندي الثلاث أسئلة يجاوبوا عن طريق عملية الدم أو الطرح لو مديني أكبر المفردات يبقى هترح لو طالب أكبر المفردات يبقى هجمع القيمتين الهدهم هنا بيقول لي الوسط الحسابي للقيم والله الوسط الحسابي مجموعة القيمة على علنا يبقى اللي هي سين بار هيساو جمع القيم سبعة زائد ثلاثة زائد ستة زائد خمسة زائد تسعة زائد خمسة على كم قيمة؟ قيمة اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة على ستة يبقى نشوف دول سبعة وثلاثة عشرة مع بعض وعندي هنا عشرة كمع يبقى عشرين وخمستاشر يبقى خمسة وثلاثين على ايه؟ خمسة وثلاثين على قيمة اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة على ستة اللي هي هتكون حوالي خمسة ويقضل معنا خمس أزداس حوالي أربعة وحاجة من عشرة كده حاجة من مية خمسة وأربعة من عشرة طيب نشوف حاجة جزر التربيع الموجب لمتوسط مربعات الحرافات القيم عن وسطها الحساب طيب احنا خلنا التعريف ده تعريف كبير وهي يجيني بس يديني التعريف يبقى أنا أقول له والله للتعريف بتاعي درس النهاردة اللي هو اللذي درس اللي هو في الانحراف المعيان الانحراف المعيان أرق مخيز التشتر سؤال تاني بيقول لي مركز المجموعة التي حدها الأدنى خمسين واحد هو الأعلى سبعين نجمحهم ونقسمهم على الاثنين يبقى الحد الأدنى زائد الحد الأعلى على اثنين يديني مركز المجموعة يعني خمسين زائد سبعين على اثنين اللي هم مية وعشرين على اثنين اللي هو ساوي ستين ولو طالب فاهم كويس يعني هاي بص هنا الخمسين والسبعين عاوز العدد اللي في الوسط بالضبط بينهم اللي هو ستين يبقى سنتر المجموعة أو مركز المجموعة هيكون ستين وتعيشوا يكون التشتت كبيرا إذا كانت الفروق بين القيم كبيرا طيب يكون التشتت صغيرا إذا كان الاختلاف بين المفردات صغيرا طيب إذا تساوت جميع المفردات كانت تشتت مساوريا للصفر طيب إذا تساوت جميع قيم المفردات فإن هو عاوز يقول لك هنا تشتت بساوي صفر أو سجمة اللي هي الاحراف المعياري بساوي صفر أما المتوسط ده لا يسوي صفر أما كل منواء ده يسأل القيم الأكثر شيوعا إن حراف المعياري للقيم عندي قيم متساوية بين حراف المعاري بتاعها صفر ثلاث أسئلة دول شبه بعض هنا بيقول لي بالكلام جميع المفردات متساوية وهنا بيقول لي والله القيم هي متساوية برضو يبقى صفر وهنا برضو عاوز يقول لي إن حراف المعاري يسوي صفر لأن القيم متساوية طيب السؤال الأخير بيقول لي إن كانت سين بار الوسط حساب المجموع من القيم عددها 12 وكان مجموع سين ناقل سين بار كل تربية حسابه 144 فإن حراف المعياري هيكون الجزر التربية هو جميع لك المربع من دهولك هنا ب 144 آخر عمود اللي احنا بنجمعه وبعدين بيقول لك العدد بتاعهم 12 يعني هيكون جزر الـ 12 اللي هو قيمة تقريبية يعني تقريبا آآ ثلاثة وآآ حاجة تمام نشوفها نعملها مع بعض على الحسبة هتطلع تلاتة لتلاتة من عشرة أو تلاتة واربعة من عشرة وكده يكون احنا وصلنا إلى آآ نهاية موضوعات القصة الدراسي الأول شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوش اللايك والشير وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اخبرونا في التعليقات ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة